أعلنت جامعة الكويت ترشيح مشروع المباني الإدارية الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية للفوز بالنسخة الثانية من جائزة مشاريع التعليم المستقبلية والتي تمنحها لجنة تقييم دليل أخبار المعمار العالمي وان مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت الدكتور قتي برزوقي قال إن ترشيح المشروع يؤكد مكانتها المعمارية الهندسية عالميا مضيفا أن منشاءات الحرم الجامعي في الإشدادية حصدت العديد من الجوائز العالمية في المجال المعماري والإنشائي منها تصميم مشروع قلية الأداب والتربية والذي حاز ثماني جوائز عالمية مرموقة